وفي المدينة المقدسة أقيمت احتفالات بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء ابتدأت بتلاوة صلاة الغروب ومشاركة المؤمنين بالدورة بتمثال السيدة العذراء انتلاقا من علية العشاء الأخير إلى كنيسة الجسمانية حيث توجد مغارة السيدة العذراء وقد أقيم بهذا المناسبة قداس احتفالي في كنيسة رقاد العذراء للبندكدان ترأسه الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة حيث تزامن الاحتفال مع إعادة افتتاح الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال الترميم شارك في القداس عدد من الكهنة وبحضور جمع من المؤمنين وفي إربد احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بالقداس الإلهي لعيد رقاد والدة الإله ترأس القداسة كهن الرعية الأب غالب بواب بمساعدة الشماس عماد حداد وخدام الهيكل وصى أصوات من الكرال وبحضور عدد من أبناء الرعية وفي عدد القداس ركز الأب غالب على أهمية هذا اليوم لنا كمسحيين إذ هو تكريم خاص لمكانة أمنا العذراء الفائقة القداسة والتي وهبها إياه الرب يسوع وفي الكارك احتفلت رعية القديس مخايل بعيد انتقال السيدة العذراء بقداس احتفالي ترأسه الأب أكرم مشربش والأب خالد جمو والأب علاء بعير بمساعدة الشماس الإنجيلي زعل حجزين وخلال القداس ودعت الرعية الأب مشربش بعد خدمة استمرت لثلاث سنوات لاستكمال دراسته العليا في روما كما رحبت بكاهن الرعية الجديد الأب خالد جمو وبعد القداس قدمت رعية القديس مخايل الهدايا التذكرية للأب مشربش عربونا شكرا لخدمته وبعدها شارك الجميع بالعشاء الذي أقامته الرعية في ساحة الكنيسة شكرا للمشاهدة 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 شكرا 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 شكرا